أهلاً أحبائي رح أتكلم عن صعود يسوع المسيح المنطقة بصراحة جميلة جداً ممكن تشوف جناح الهيكل مع بستان جد سماني بتشوف كل جبل الزيتون مكان صعود يسوع المسيح ومن الطرف بتشوف بيت عنيا بلدة مرثى ومريم وقالعازر وفي الوادي منطقة سلوام وين الرب يسوع شفى المولود أعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوام من هذه المنطقة بتشوف مناطق شاسعة بصراحة بتشوف جبال مؤاب جبال الأردن ومنطقة الصحراء من المنطقة الشرقية من جبل الزيتون الرب أعطى الوصية الأخيرة للتلميذ أن يكونوا شهود له من قرشاليم إلى أقصى الأرض في البداية خلينا أقول شيء مهم جدا أنه في أربع أحداث مهمة جدا في حياة يسوع المسيح أو اللي بتتعلق بيسوع المسيح ومش ممكن تكون مع أي شخصية أخرى الحدث الأول هو تجسد المسيح أي تجسد في بطن مريم العذراء الحدث الثاني هو قيامة يسوع المسيح من بين الأموات والحدث الثالث هو صعود يسوع المسيح إلى السماء من جبل الزيتون والحدث الأخير هو مجيء المسيح ثانية بمجد عظيم صعد يسوع أمام عيون التلميذ شيء آخر الجدير بالذكر في تجسد المسيح بشرت الملائكة سواء مريم يوسف الرعاة إلى آخره في قيامة المسيح بشرت الملائكة المريمات عن قيامة يسوع المسيح وفي صعود يسوع المسيح إلى السماء بشرت الملائكة أنه كما صعد إلى السماء سيأتي هكذا ثانية من السماء وبمجيء المسيح ثانية سيجيء بمجد عظيم وملائكته القديسين وأبواق أقول اقرأ سفر الرؤية بتأخذ الفكرة الكاملة عن هذا الموضوع أحبائي الصعود أو صعود يسوع المسيح هو أكثر من مجرد عيد منحتفل في عيد الصعود الصعود هي حلقة الوصل بين عمل المسيح أو خدمة مسيح الأرضية وخدمة يسوع المسيح السموية يعني بكلمات أخرى ما زال المسيح يعمل لحسابنا من أجلك ومن أجله وهو في السماء أرسل الروح القدس حتى يكون معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر